ولد الراحل عبدالله بن إبراهيم العسكر في مدينة المجمعة الواقعة شمال مدينة الرياض في عام 1952 ونشأ في رعاية والديه منتمياً لإحدى الأسر الشهيرة التي تولت إمارة المجمعة في فترات مهمة من تاريخ بلادنا المعاصر شهد الراحل في طفولته مجالس والده وأسرته التي كانت حافلة بالأخبار والروايات التاريخية درس الراحل مراحل التعليم العام في مسقط رأسه حتى أنهى الابتدائية عام 62 للميلاد وتخرج ضمن أول دفعة للثانوية في مدينته عام 1969 أسرة الأسكر من الأسر القديمة في مدينة المجمعة في منطقة ستير وهي تعود إلى قبيلة عنزة حظيت العائلة بأمارة المجمعة خلال الدولة السعودية الثانية والثالثة حيث كان الجد إبراهيم إسليمال أسكر هو أمير المجمعة في الدولة السعودية الثانية ومن ثم ابنه الأمير عبد الله وهو جد الوالد والمسمى عليه كان أمير المجمعة في الدولة السعودية الثالثة وبعد توحيد المملكة عين الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الجد عبد الله أميرا لعسير لما يقارب عشر سنوات نشع الوالد في منزل الجد إبراهيم العسكر وكان الجد إبراهيم رحمة الله عليه من المراسقين لأبوه في أمارة عسير وبعد عودته للمجمعة فتح مجلسه وبيته كبيت أمارة فكان المنزل مليء بالناس ليليا تقريبا وكانت هناك قصص تدور وأحداث عن مآثر الأمير عبد الله وقصصه وثقة الملك عبد العزيز به أتوقع أن هذه من أحد النقاط التي أثارت الفضول والرغبة عند الوالد جعلته يتخصص في هذا التخصص وهو التخصص التاريخ الوالد كان عنده هوايتين في طفولته وهي القراءة والفضول العلمي حيث كان يلازم مكتبة المدرسة بعد وقت الدوام ويقرأ بعض المجلات التي يستعيرها من أصدقاء الذين لهم طرق يعني أنهم يجبونها من لبنان ذاك الوقت ومصر وهذا نمى فيه حب للاطلاع والمعرفة بالإضافة إلى أنه كان اجتماعي ونوعية اجتماعية تغريبة شوي إذا سمحت لي أنه كان عنده حب للطلاع على الجنسيات الأخرى الغير موجودة في المجمع الأجانب كان بعض الأجانب يجون مهمات تبع البلدية فكان الوالد في إجازة الصيف يروح لهم الصباح يجلس معهم لا يفهمهم ولا يفهمونه ولا كي يتعلم إلا أن في واحد منهم قرر أن يوظف معه أنه يسجل الحضور وانصراف العمالة فيدلك لأنه عنده قدرة على الانفتاح ولا يخاف الجنب الآخر اللي ما هو الجديد عليه